ويرجعنا لكم مرة تانية والفقرة الأخيراً في قرات المفتوعة للقناة الصحة الجمال نكلم النهاردة عن الخدع البصرية في بعض الأحيان نشوف بعض الأشخاص بيأملوا حاجات بنعتقد أنها سحر وبنعتقد أن هي حاجات مش قادرين نفهمها ولا نستوعبها حاجات بالكوتشينة أو بالخواتم أو بأشياء أخرى النهاردة يكون معايا أبنو بمراد لاعب خدع بصرية برحب بيك أبنو أهلا بيك النهاردة كده خلنا ندخل في الموضوع على طول في بعض الحاجات الناس كلها بتحاول تتعلمها أو تعملها ولما بتشوفها ما توقعش قادرة تستوعبها تمام تكر ايه هي الألعاب دي أو الموضوع بدأ معاك ازاي أنا بالنسبة لي الموضوع بدأ في سن الـ 12 سنة أنا شفت كان لقى واحد صاحبي هو حالياً يعني مش عاوزين نعمل اسم أو فيها بس هو حالياً هو وصل لمستوى الزمين بدا ويعتبر بتاعة تربع مصر عرفها أنا شفته بيعمل لقى عذابتنس صراحة وطررت اه طيب بالتوتشينة وطررت انها لازم اعرف اللعبة دي بتتعامل ازاي وابتدي انها اطور منها وابتدي ان انا اعرف ايه هي الأساسيات بتاعتها تمام اول ما بتاعت انها ادخل في الموضوع بدأت كنت فترة في البداية انها متضررت لعبتتوتشينة بس مش قطر من تدها بعد طيب لقيت ان الموضوع دوت متطور رحات تير فيه فيه قطر من تسم فيه فيه تسم مثلا اسمه تلوزب تلوزب دوت ان انا بقى ماشي في الشارع مش معاي اي حادة اقدر الالعب مثلا بالدبلة بتاعت الشخص الاقصادي بالقلم بتاعه باي حادة لو انا قاعد في مطعم بخلة سنان باي شي انا اقدر ان اشتغل به فيه مثلا شغلة تانية مثل شغلة فيه منتصل لأبتر من قسم مش مش مجرد ان هو خدعة بصريه اللي هي ايه بقى اللي هي ايه فيه مثلا خدعة من ضمن الخدعة دي هي عبارة عن اللعبة الاساسية اللي هي اللعبة كوتشينا هي اللعبة الاساسية فيها تمام انا عاوزة بس تتبقى معايا حاليا انا عاوزة ترضع الاول تشوف الورق ده واتقول له تمام او لو فيه اي حادة في الورق اي حادة غريبة اي حادة مثلا انت شايف ان هي لفتة نظرت او حال زيترة انا عاوزة تقوللي عليها تمام الجوابر تمام ان في معانا هنا الجوتر ده والجوتر تاني اه دول كده تمام اه زميل لو انت حاول ان احنا نطلعه من برة لها مفيش مشطلعة حاول ان احنا نطمر براجبك انا هنجي ايه اللي احنا نعميله دلوقتي لا هنعميله دلوقتي انا عاوزة دلوقتي اختار اي فرد من قوتشينا بس الطرق معينة انا عاوزة دلوقتي تقولي ستوب في وستفرور مثلا هنا 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 اوض مثلا انا عاوز ورقة اليه تحت السبع اقومي صح عاوز تشوفها عاوز تحفظ الورقة ديه بكل ما لما يحب اللون وبالشطل لا اللون انا عرفتها الورقة اهي انا عاوز تحطها في وصف التوتشينا تمام وعاوز تفنى تتوتشينا ديه طويس ديه بحيث ان هي تتوف في وصف الورق منا اقدرش ان احنا نوصل لها تاني edge on the meditation تمام انا بمناش انتها لم احتاج لها انتها تقفؤ في الورق الت enjoys انتتها ينجبركت قدثت ثمان. انا عاوزة دلوقت تبتيج تردد الشتل بتاع الوتشينا مسلا او رطم بتاعها عاوزة تبتيج ان انت تردده انا اخترته. اه. عاوزة تردده في سرعة. تنطلوش. اردده. اقتنم مرة مرة مرة. تانية تالتة اقتنم. عاوزة دلوقت تبتيج تخلق التوتينا دا ديه دوا العلبة دي. ازاي. ازاي. بتفتيرك عاوزة تبتل ان انت تشتل الورقة دي بهوه ده من نسبة لأول لعبة بقى اللعب احنا مش عاوزين ده طب دي جات ازاي هي بات ازاي هي مش شرط انها نعرف يا بات ازاي على قد ما هي انها نبقى فاهمين ان دي تقول لها في الاول وفي الاخر هي خدعة هي مبنية على خدعة مش صح احنا اللعبة بتاعتنا اسمها خفة يد وخدعة وبصلية مش قطر من قدر في مثال بالنسبة للعبة تانية هي فيها الذنب نفسي شوية الذنب دوات انا هبقى دواتي باسألة سؤال السؤال دوات هبقى متوطب عليه هتطير دايق انا دواتي معي قلبتين لونهم اسود وغطين لونهم احمر وفي معي هي نرد النارد دوات بيقى مطاومة من اول لواحد لغاية انا عاوزة دلوقت هتختار اي رقم في النارد دوات و هتخطط الهوط مثلا لو انت اخترت رقم الستة وهتافل عليها بالشطل دواتي وتديني علبة وهي مقفولة حيث ان انا مقدارش اعرف ايه الرقم اللي موضوط دوات نعم 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 هنت evaluation اذا2016 نعم نعم CDC نعم 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 اصلا ان احنا احنا نوصل للرقم دوت ونقفلها تماما انا نقول لها محتوم ان انت هتردد الرقم دوت سورها فقطة من مرة نختار رقم واحد اه تماما البوز اللي بعده طب ازاي ازاي بص هو من اساسيات اللي بدايت ان بص مش ما قلتش ازاي هي السحر لعبيته ما والله هو ايده لو سر الخدعة دي موجود اللي هو الايد لو انا فتحت ايديه وكل الناس عارفت السر كل الناس هتبقى مجيشة او كل الناس هتبقى صحة اوه سر الخدعة نفسه هيبقى لا يعني مش عارف يعني فكرة تماما مقدركش الرقم بس انت رددت في سر انا يعني انا مع التعود هتبتدي تسمع اكثر مش شرط ان الناس بقى بيطلموا صحة لا انت هتبتدي ان انت تسمعهم ماشي طب ازاي نحاول ان احنا نعمل الموضوع دهات مرة تانية بس المراضي بشكل مختلف هنبعد عن الارطام لان الارطام احنا ممكن نسمعها المراضي العلبة دي هي فيها برضو حالة مشابهة لدوت تماما احنا معنا نارد النارد دوت في واحد هنا بيتحق ايضا تماما وفي واحد هنا بيعيط في واحد هنا غطبا تماما انا ردت عايزة تختار اي شاطل من الارد دوت بحيث انت هتحطه هنا وهتقفل عليه وهتديني عيطبا وهي مقفولة تماما تماما هم تمام بص هو في الطبيعي ان انا مسلا في اللعبة زي اللعبة بداية انا ممكن ان انا بص على العلبة تكون العلبة نفسها لها سر هو اللي بيعرفني ايه اللعبة بداية تماما هنا انا مش مضطر ان انا بص على العلبة ديات انا نقول لها محتاجة ان القلبة نفسها هي اللي هتقول لي ايه اللي ما ضوض هو تماما بس في نفس الوقت اللعبة دي فيها الززق نفسي شوية انت نفسها بتحاول تضللني بداية ان انت بتختارش حاجة وبتحاول ان انت تعمل عدسها عشان ما تبنش او عشان خاطر انا مقدرش ان انا معرفها انت مختار لا انت مختار الشتل اللي هو اللي بيت حتم مبتسم بس انت حاليا اول ما ديتني قلبة انت وشة هادي مش عاوز تبقى مبتسم عشان ما تعرفنيش دوت مع ان انت بالفعل ان انت مختاره هو الوش بببتسم اللعبة دي هي اغلبية اللي فيها هي شغل نفسي قطر لو حاب ان انت تضربها مرة اتنين اتنين اتنى Bay Bi 3 دلوقتي العب Bü 3id 3دلعاب اللي هي بخاصة بالكوتسينا و ده انا اخترت حاجة وبعد ما اخترتها هو قدر يطلع لي الورقة انا اخترتها ف العلبة مش عارف هو السر ف العلبة ولا السر فيه ولا السر في اللعبة ولا ايه الل reviewing لو سر في العلبة بس انا ما قومت wish اعرف ان انت مختاره اه دي نقطة نقطة回來 النقطة الثانية او الجزء الثاني فكرة انوا انا اخترت الرقمح هنا وحطينا العلبيتين بحيس انه ما يعرفش ايه الرقم اللي انا اخترته وانا وريت الرقم ده اللي سيدي المشاهدين عشان يقوم معي برضو في الصورة وهو ما كنت شايف انا اخترت ايه وقفلنا العلبة بشكل محكم تماما وبرضو عرف الرقم اللي انا اخترته اللعبة الاخيرة دي وانا اخترت الاموشن ده بيعبر عن الابتسامة وبعد ما اخترت الاموشن ده وحطيته ومش بس كده انا قمت قفلت عليه وبعد ما قفلت عليه ديتهولو فقال لي ايه السبب او او قال لي ايه الشكل اللي انا اخترته اه هو بيقول انه ده جانب من الخدع البصرية العاب بتنعمل عن طريق خفة اليد او عن تدريبات معينة انا مش قادر اعرفها هو بيرى انه ده سر المهنة بتاعته او سر الالعاب بتاعته ولكن انا انا عاوز اسأله سؤال يعني انا لو عايز اتعلم الحاجات دي هل ليها طريقة ليها وقت عشان نختم بس الوقت بتاع المفجرة هي ليها طريقة هي بص عمتا اه ابناء ادم في صغره بيبتلي ان هو عاوز يحاول ان هو يمشي بيقع مرة تانية التالتة مع التعود بيلاقي ان الموضوع خلاص بقى خلية بالنسبة يعني عشان يقدر ان اي حد يقدر ان هو يبقى متمثل من خدشينا هو محترم على اقل من سنة لسنة ونص يبقى هو متمرن دايما عن خدشينا مسل خدشينا دايما في دي انا بقى دي اقطر من 14 سنة في المجال ده اولا في المجال ده انا بشكرك شون كنتمنى نكمل اكتر من كده ولكن وقت الفقرة بتاعتنا انتهى ولكن لانا ثلاثة العاب انا شايف ان هما لطاف وشايف انه الناس اللي بتحاول انه هي تشكك في مثل هدي الامور يعني دي العاب بتاخدوا وقت طويل جدا من المهارة من التعليم ابنوا مراد انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا شكرا في كل مكان بشكركم لحسن المتابعة ان شاء الله باذن الله اشوفكم اكرا من الساعة 6 للساعة 8 وفقرات اخرى متنوعة ومميزة على شاشة قناة صحة جمال والحد مشوفكم مرة تانية لكم من كل التحية والتقدير انا خالد سقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر